إلى صديق تواتي صديق تواتي يبدو بأننا ستحدث معك أمور الفنية يبدو بأننا أمام وضع غامض مقلق للكثير من اللاعبين لبطولة بطولة مجمدة هل تأثرتم أنتم نحن الآن نتحدث عن منتخب وطني ما قدرش يروح يشارك خارج الجزائر بسبب الكورونا هل هذا الأمر فقط في كورونا هل كرة السلة مهملة فقط بسبب كورونا يا لي الله العظيم كورونا نحن كما نقوله هي النقطة لأفضة الكأس يعني كرة تصل لمرضة يعني يعني مريضة نقدر نقول من المشاركة تعالى كأس العالم الفين وثني من تم نعني انهالي لحقنا لكأس العالم لحقنا للصومي تعالى إفريقيا يعني كنا مركز تاني من تم ما بدأت لا شي تليب وهي من المفروض العكس لما توصلت للقيمة وتحفظ على القيمة يعطيك الصحة دور كل مشكل كورونا انت تتخيل يعني رياضي يعني رياضي نخبة ما نشنا هضروا على رياضي ممارس فقط رياضي تعالى نخبة لاعبين تعالى فريق وطني عام ما يتدربوش 12 شهر بقنا شحال بقيت 15 يوم على عام حبسنا 15 مارس عام ما يتدربوش انتو ما اللعبين مثلا أنا أتحدث عنك أو ككل لعبي كرة السلة كم تتدربون تدربون يوميا هل تلعبون أكم من المبارا تلعبون ثلاث مورا هل تعتقد في الأسبوع صح؟ نعم يوميا تدرب هذا فرغم أنه وثنين ثلاثة مرات في الأسبوع بكوتيديا يعني تزوج مرات في المرات هل تشوفش أنه من الغريب أنه الناس ربما تدرب ثلاث مرات وتدرب يوميا تلعب ثلاث مرات ثم لا تتقضى أمور أجورهم خلي النساء تطرحوا علي هذا السؤال إلى سيدالي ولكن نبقى معاك طبعا صديق من ناحية الفنية هل يتأثر اللاعب كرة سلة أنت تقريبا عام بدون منافسة؟ كيف يتأثر؟ تتأثر من جانب البدني تاك نحن معتدنا أن نلعب ثلاث مباراة على الأقل مبارتين في الأسبوع وبعد صبح أنك من غير تدريب هل كنا قادر يصدق على أنه حتى في الكورونا لتدربون لعب في القاعد؟ بطبيعة الحال أنك تلقى حل أنك رياضي يعني بطبيعة الحال ما في الحياة تاك تكون رياضي يعني ما تقدر أنك ما تخالج يعني تكون رياضي استعصح تقدر بي سير تدير لي تستوعك تقدر تلعب شمبيونات يعني ما درسناش وكأنك تريد القول عفونا على المقاطعة صديق تواتي وكأنك تريد القول بأنه ما درسناش الوضع بشكل جيد لأنه جات كورونا أغلق على كل شيء وما كاش لعبين مدل لهم سواء قدرت لهم لتاس ولا مدرت لهم شمبيونات ما يهمش كيفاش الأمر أغلق وخلاص يعني ما درسناش؟ بطبيعة الحال في رق وطنية ما شاركوش بطولة إفريقية ما كاش بزاف أمور لازم يكون كلش مدروس احنا رياضيين ما نقدرش نكونوا كمال مثلا اللي يخدموا في المؤسسات ولا احنا رياضيين لازم اننا ندربو دوك احنا كتروح كورونا لازم نولو المنافسة التوعنا ان شاء الله يعني مور الجائحة لازم نعودو نولو المنافسة نعودو نولو نفسه كان فرق لعندها بطولة عربية لعندها بطولة إفريقية للأندية ما نروحوش دوك احنا هامجيرنا تونس المغرب يعني ما شاء الله عودوا ولو المنافسة تأثير هذا الأمر غياب البطولة تأثير مباشرة على المنتخب الأول وإن كان قيل لي بأن حتى المنتخب الأول أصبح ربما المدرب يطلب أو يرغب في أن يخدم غير مع إيفانترو هكذا من المفروض هذا ما سمعته هل هذا الأمر هو أنه تأثير كبير على كلنا نحدث على المنتخب الأول تأثير كبير؟ تأثير كبير بطبيعة الحال رانا اللعبين كما نقوله في نهاية المسيرة تعنا الواحد رانا 34 سنة عام بلا تدريب ولا بلا خدمة تكون وعرى باش تعود ترفلوني على واحد صغير مهما كان الحال هذه قانون الرياضة هذا قانون الحياة يعني لازم و 12 شهر من غير تدريب كاين بزاف أندي ياما تدربوش 12 شهر ما تدخلوش حتى للقاعة هل سمعت مثلا كاين لعبين حبسوا كرة السلة راحوا الأمور أخرى بطبيعة الحال بطبيعة الحال بطبيعة الحال نعرف أنا يا بلام يعني ما ذكر الأسماء اللي راهوا يخدم كلونديستان كاين اللي راهوا يخدم فليبيتزيريا هادي خبزة ناس هادي خبزة ناس اللي راه يحبسها جيسكا نوفالوردر ما لابناش الوقتاش الناس عندها دراري الناس عندها ديار توكلهم مكاش كلش حابس 12 شهر وشو حبوش حديا مهم